السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بعد طول انتظار لجمعين نادي الأهلي المهاجر من الأجنبي فأعنى نادي الأهلي التعاقد مع اللاعب ساحل العاج أو بوركينا فاسو محمد كوناتي محمد كوناتي هو بيلعب في روسيا ولعيب كرة محترف جدا بيلعب في نادي أحمد غرزني ولد في ساحل العاج لكن هو بيمثل بوركينا فاسو على المستوى الدولي ولد في أبيجان ساحل العاج في 12 ديسمبر عام 1997 وبدأ سيرته القروية في نادي ساكسيان الألماني في عام 2017 ثم انتقل إلى أوريال سيفيردروفسيك الروسي عام 2017 وينتقل إلى نادي خيمكي الروسي وفي فترة دي في النادي ده سجل 12 هدف في 38 مباراة وفي عام 2020 انتقل إلى نادي تنبوف الروسي وسجل 10 هدف في 24 مباراة وفي عام 2021 انتقل إلى نادي أحمد غرزني الروسي وسجل 15 هدف في 31 مباراة ويعتبر كوناتي يعني أحد أبرز المعاجمين في الدول الروسي وهو على المستوى الدولي لعب مع منتخب بوركينا فاسو عام 2020 في كأس الأمم الأفريقية وشارك وسجل هدف في منتخب غنيا لو حد افتقر يعني هو لعيب كويس جداً وعنده 25 سنة وان شاء الله بإذن ده يكون صفقة كويسة جداً للنادي الأهلي هو انتقل للمدة 3 سنين بمبلغ 2 مليون دولار دي كانت نبزة مختصرة عن محمد كوناتي ويشوف حضرتكم على الألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته